اسم التجربة الشغل وطاقة الوضع الهدف من التجربة تخزين الطاقة في النابض عناصر الأمن والسلامة الخاصة بالتجربة الحذر عند سحب النابض وإمساكه جيداً ووضع النظارات الواقية على العينين أدوات التجربة نابض قوي جسم حامل خطوات إجراء التجربة نثبت النابض بالحامل بصورة عمودية نسحب النابض بحيث يستطيل مسافة واضحة ونلاحظ أننا بذلنا شغلاً حتى استطال نعلق الجسم بالنابض ونترك النابض فنلاحظ تحول الطاقة المخزونة في النابض إلى طاقة حركية قادرة على إنجاز شغل معين النتائج عند سحب النابض نزود النابض بطاقة لاستطالته وما زالت الطاقة موجودة لأنه يمكن استعمال النابض المستطيل لتحريك جسم ويحسب الشغل بالقانون الآتي W تساوي DF حيث W تعني مقدار الشغل وD تعني المسافة التي استطالها النابض من وضع السكون W تعني القوة اللازمة لإطالة النابض سحب محمودة